إنها الحرب لا قانون لها ولا أخلاق تبدو تجارة مربحة لأطراف كثيرة انخرطت في المعركة وأصبحت بابا للارتزاق والدخل الوفير يقول المعهد الملكي لشؤون الدولية شاتهم هاوس ومقره في لندن إن التجار الحرب يقفون حائلا ضد إنهائها في اليمن يشير التقرير بأصابع الاتهام إلى جميع الأطراف في إدانة واضحة لما يعانيه اليمنيون فميليشيات الحوثي تكسب ثروات طائلة من هذه الحرب وهذا حافز كبير ليستمروا بجانب اعتقادهم أنهم مفوضون من السماء ليحكموا البلاد تسبب الحوثيون برفع لا سعر على المستهلك بنسبة 15% تقريبا بسبب الجبايات التي يفرضونها على التجار في نقاط التفتيش التابعة لهم السوق السوداء واستثمار موارد الدولة يمارس الإنقلابيون عملية انتقامية قاسية ضد المواطنين عبر أدوات نهب منظم والسنزاف ما تيسر من الموارد غير أن تجارة موازية في جانب الحكومة الشرعية التي يستفيد أطراف فيها من تجارة النفط في عدن والضرائب ويحصدون أموال طائلة من تعبئة استوانات الغاز في مأرب وكل هذه الأموال لا يستفيد منها الشعب ولا تستعمل في تخفيف الأزمات الإنسانية والصحية ونقص الخدمات الأساسية يتفق الجميع إذن على ضرورة استمرار الحرب ويتوجسون من انتهائها لخشيتهم من فقدان مصادر تلك الأموال التي ستذهب إلى الدولة في حال انتهت الحرب يضيف التقرير إن هذه الجهات رغم عدوتها لبعضها البعض فإنها كثيرا ما تبدو متعاونة تنفيما بينها حتى أنها تتبادل تجارة السلاح التي تذهب للطرف الآخر كما يبدو أن الحرب في اليمن ستطول لإن إرادة السلام لا تزال غائبة والمنتفعون من هذه الحرب باتوا أكثر إدارة وتنظيما في جميع الجبهات كانت السعودية قد علنت في وقت سابق عن أكثر من ثمانية مليارات دولار قدمتها لليمن إلا أن هذا الدعم الشرعية واليمنيين بدأ أن جهات بعينها سعودية ويمنية امتصت السمين منه ولم تعطس والفتات سواء للإغاثة أو المقاومة تحضر لغة الوصالح لدى الأخوة اللعداء إذن من سياسيين وقادة عسكريين ومقربين من دوائر صنع القرار حتى إذا منتهت الحرب وتصافح القادة سيبقى اليمنيون وحدهم من يدفعون الثمن باهظا ترجمة نانسي قنقر